صاروخ من قطاع غزة يسقط في مناطق مفتوحة في الجنوب الإسرائيلي وحماس تؤكد أن لا علاقة لها بهذا الصاروخ وتهدد بتوسيع رقعة القصر وإسرائيل تلغي إجراءاتها في المناطق الجنوبية انتقادات عربية ودولية وأممية لقرار ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان والمدن السورية تشهد اعتصامات وتظاهرات غاضبة من القرار الأمريكي رئيس أركان الجيش الجزائري يطالب بتطبيق مواد الدستور حول عجز الرئيس إكمال مهامي ويطالب بضرورة الخروج من الأزمة من خلال حل سياسي سلمي أهلا بكم في مجلس الأخبار من قناة I24 News أعلنت إسرائيل اليوم سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على منطقة إشكول وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا سقط في مناطق مفتوحة بالقرب من المجلس الإقليمي إشكول وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إزالة كافة القيود المفروضة على المنطقة المحيطة بقطاع غزة وبلدية نيتفوت وأوفاكيم وعسقلان ومرحافيم وشاطع عسقلان ومجلس بني شمعون المحاذية للقطاع بعد توقف القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وفي تل أبيب يجري الرئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لبحث آخر التطورات في القطاع وقد قطع نتنياهو زيارته لواشنطن بسبب الأوضاع وعاد ظهر اليوم إلى إسرائيل وأوعز جيش الإسرائيلي بإرسال قوات إضافية إلى قطاع غزة وكذلك ألغى إجراءاته الأخيرة في المناطق المحيطة بقطاع غزة هذا وأدل رئيس الوزراء الإسرائيلي بتصريحات عبر تقنية الفيديو كونفرنس أمام مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إباك وقال إن الضربات التي وجهها الجيش خلال الساعات الماضية لغزة كانت الأقوى منذ أربعة أعوام وكبرت حماس خسائر كبيرة وكان نتنياهو قد قطع زيارته لواشنطن بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بين إسرائيل وقطاع غزة نحن على استعداد لبدل المزيد من الجهد سنفعل ما هو ضروري للدفاع عن شعبنا ودفاع عن دولتنا وفي مسألة مرتفعات الجولان قال نتنياهو إن تلك المرتفعات مهمة لحماية إسرائيل كما أنها تأود تاريخيا للشعب اليهودي لا غنى عن هضبة الجولان للدفاع عننا وهي جزء من تاريخنا إنما تضع مجرفة في الأرض هناك فإنما تكتشفه أنقاض كل سن قديمة عاش الهود هناك لألاف السنين والآن عاد شعب إسرائيل إلى الجولان إسرائيل تملك الجولان ولن نتخلى عنه أبدا إنه جزء من إسرائيل كما أشد نتنياهو بدور إباك في دعم إسرائيل أولئك الذين يسعون للتشهير في هذه المنظمة الرائعة إباك أولئك الذين يسعون لتقويد الدعم الأمريكي لإسرائيل يجب مواجهاتهم مرة أخرى يعتبر اليهود قوة للشر مرة أخرى يتهم اليهود بعدم الولاء ومرة أخرى يقال أن لليهود تأثيرا كبيرا وقوة ضخمة ومالا كثيرا وإلى موضوع آخر يجري الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون زيارة رسمية إلى سوريا حيث يبحث العلاقات بين البلدين إلى جانب الملف السوري الذي اكتسب زخما إضافيا بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان وفي هذا الإطار قال عون قبيل لقاءاته المسؤولين الروس إن اليوم يوم أسود على العرب بسبب القرار الأمريكي وأجب الذكر بأن الطرف الأمريكي أبدى استيائه من العلاقات اللبنانية الروسية الآخرة بتطور في الآوينة الأخيرة تبنى التنظيم الدولة الإسلامية هجوما وقع في مدينة منبج في شمال سوريا وتسبب بمقتل سبعة من مقاتلي مجلس محلي يتولى إدارة المدينة وينضوي تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية وأورد التنظيم في بيان تداولته حسابات جهادية على تطبيق تليجرام أن جنود داعش هاجموا حاجزا غرب مدينة منبج ليلة أمس واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رمي العبد الرحمن حصيلة القتل موضحا أن هذا الهجوم هو الأول من نوعه منذ تحرير الباغوز من سيطرة تنظيم داعش وإلى الجزائر حيث طلب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه وقال الفريق قايد صالح إنه يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة وحل يضمن الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجب للمطالب المشروعة بالشعب الجزائري وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمراريسية الدولة حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى الجميع ويكون مقبولا من كابت الأطراب وهو الحل المنصوص عليه في الدستور من مادته 102 وعودة لتصعيد الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة ينضم إلينا عبر الحدود الزميل محمد السياد الذي يواكب ما يجري هناك مرحبا بك محيد محمد في البداية محمد دانا نقول في الساعة الأخيرة أو في الساعتين الأخيرتين تطورات هناك من يراها بالخطيرة هناك من يراها بمحاولة احتواء وكان تم إطلاق صاروخ من قبل قطاع غزة نعم فراسي قبل قليل استمعنا إلى عدة طلقات من قبل المدفعية الإسرائيلية يبدو على أنها لمواقع في قطاع غزة وعلى ما يبدو على أنها رد على إطلاق صاروخ أو قذيفة من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في قريبة من أشكول الفصائل الفلسطينية وغرفة العمليات المشترخة قالت بأنها ربما تكون هذه عملية فردية وتنصرت الفصائل الفلسطينية من هذه العملية عملية إطلاق القذيفة في وقت كما تقول الفصائل بأن هناك تهدئة بجهود مصرية رغم نفي إسرائيلي ومصادر إسرائيلية تقول بأن لا يوجد هناك تهدئة أو بأن يوم السبت هو يوم الامتحان وهناك حشدات عسكرية وترقب فيما يخص يوم السبت ويوم الجمعة ومسيرات العودة وأيضا الدعوات إلى مسيرات مليونية في الذكرى الأولى لمسيرات العودة فبالتالي الأعين تتجه والأنظار تتجه إلى يوم السبت المقبل ليكون ربما الامتحان هل سيكون تصعيد مع قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل أم سيكون هدوء وتذهب إلى تهدئة وربما نشهد جولات مقبلة ما بعد الانتخابات هنا الترقب وهنا هذا لكن الآن هدوء حذر لا يوجد أي شيء سوى ما يطلق عليه الفلسطينيون في قطاع غزة عمليات الإرباك الليلي اشتدت ربما مساء اليوم هناك كان إطلاق للبالونات الحارقة أيضا كان هناك محاولة لاجتياز من قبل الفلسطينيين للسياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل نعم محمد بالنسبة للكابنت الإسرائيلي وكانت قرارات بإرسال قوات إضافية إلى الحدود مع قطاع غزة هل تلمس هذا الأمر؟ نعم فعلا فراس نحن نشاهد ونلمس هذا من الصباح وحتى قبل قرار الكابنت هناك حشودات عسكرية مستمرة ومتواصلة من قبل الجيس الإسرائيلي كنا نتوقع بأن هذا سيكون ربما في تصعيد بسبب السواريخ لكن بدأنا نلمس بأن هذه الحشودات ستكون أو تكون ربما تحسبا ليوم السبت والمصيرات المقبلة خلال اليومين المقبلين فراس نعم محمد الصياد كنت معنا من الحلول مع قطاع غزة شكرا جزيلا لك نعود ونذكر ما حدث قبل قليل عملية إطلاق الصلوخ من قبل قطاع غزة الفصائل الفلسطينية أو على رأسهم حركة حماس تتنصر من المسؤولية عن إطلاق هذا الصلوخ وتقول بشكل واضح بأن جهات أخرى داخل قطاع غزة هي المسؤولة عن هذا الإطلاق ومن الطرف الآخر مجلس الوزارة المصغر أو الكابنت أوعز بإرسال قوات إضافية إلى قطاع غزة وفي المقابل ألغى الإجراءات الأمنية التي وضعها منذ يوم أمس على المناطق المتاخمة للحدود مع قطاع غزة إلى هنا نأتي إلى ختام المجهز الإخباري شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر